يعني النتائج انطلق منذ ساعة العاشرة من صباح اليوم على الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية وموقع تعليم بوائم آ أكرم واحد من التلاميذ الذين اجتازوا امتحانات الباكالوريا في شعبة العلوم الاقتصادية نقرة زر واحدة حملت معها بشائر النجاح لأكرم وأسرته الصغيرة متوجا مسيرة اثنتين عشرة سنة من الجد والتحصيل واخا كانت العام شوها متحان صعيب ولكن الحمد لله جبت الباكالوريا بميزة وهذه غير الخطوة اللولانية في مستقبل ظاهر ان شاء الله وكان نشكر عائلتي وأساتي ديالي اللي عاونوني باش نجيب الباكالوريا بالفضل المجهودات دياله هو والعصامية دياله هو وبمجرد المجهودات ديالنا احنا والمدرسة فاستطعنا استطاع يتحدى هذه المرحلة ونجاح ان شاء الله ونجاح لي في الباكالوريا وهذه الفرحة اللي يمكن نعبر بها في الموقف عقدنا اللقاء مع سيدات وستاذة رؤساء المؤسسة تعليمية سننا لهم النتائج على الساعة الثالثة بعد الزوال على اساس ان يتم الاعلان ديالها على الساعة الخامسة بعد الزوال في المؤسسة تعليمية وطبع الحال وغير يتم بعد ذلك تسليم ديال شواهد ديالباكالوريا مباشرة بعدها الاعلان عن النتائج الساعة تشير الى الخامسة بعد الزوال بالثانوية التأهيلية شوقي بالدار البيضاء أمام باب المؤسسة تجمهرت حشود التلاميذ للتعرف على نتائجهم حالة من التركيز والترقب ليعلن الناجح فرحته بصرخة المنتصر ويتأسف الراسب عن ضياع فرصة النجاح العام كامل نحن نخدمه وفرحنا معنا العائلة وفرحنا الدار وفرحنا راسنا كنا نتاظرها والدينا تحبوا معنا عام كله دي المثابرة ودي الخدمة ودي العارف الباقي مش حاجة سهلة تكفر حانا بساف حيث عامونا كتبريباري ألوك خس كدروري تنجح تجاك تعالق راسي ناجحة وحمد الله وتجاوزت نسبة الناجحين في امتحانات الباكالوريا لهذه السنة نسبة 51% مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بسنة الماضية أما راسبون ممن كانوا قاربين جدا من معدل النجاح فلهم فرصة تانية في امتحانات الدورة الاستدراكية خلال السابع والثامن والتاسع مليونيوز القادمة